لكن ماذا عن الجنب الجزائري؟ لكن الناس ستتكلم ماذا عن بيتنا؟ نحن لا بد أن لا نضرب الناس بالحجر طالما بيتنا من الزجاج أين هي قبلة الثوار؟ لهي الجزائر هكذا قال من كانوا يقودون قوى التحرر في أفريقيا وأين هي الجزائر الواقفة مع قضايا الحقوقيين وقضايا ذوي الحقوق في العالم من استرجاع سيادتهم وأمنهم وكرامتهم؟ وأين هي الدبلوماسية الجزائرية الناشطة في السنوات الماضية؟ لماذا القبول ولماذا الرضوخ لهذه الدرجة؟ على ذلك الدبلوماسية وقد قالها الأخ جعيدي الدبلوماسية الجزائرية حينما كانت ناشطة في الستينات والسبعينات فإنما كانت ناشطة بسببين السبب الأول ذلك الزخم الثوري الذي اكتسبته بمعنى أن كان لها رصيد هائل العالم جميعا ينظر إلى تلك الثورة الهائلة التي حررت شعب قيل أنه انتهى إلى الأبد والأمر الثاني وهذه تحسب لبوديا حتى حينما نختلف معه أنه كان يمضي في موجة كان مقتنع بها وهي موضة الصمود ومحاربة الإمبريالي والاستعمار أما هذا الذي كان يومها وزير خارجية فالجميع يعرف أنه كان يقضي أكثر أوقاته في فنادق من خمس نجوم وفي ذلات ويحدث فيها ما يحدث واحتراما للمشاهدين لن أمضي في الحديث هذا وأنا أعرف الكثير من التفاصيل أما تقول أنت قبلة الأحرار الجزائر اليوم أصبحت حظيرة للسفهاء للخباثاء للذين ارتدوا على كل ما يحمله هذا الشعب من قيم ومبادئ الجزائر اليوم هي حظيرة للفجور والفسق والفساد ويريدون تعميمه بكل الطرق وما حديثهم عن إدخال بنات الجزائر للجيش إلا آخر خطواتهم في هذا الاتجاه وانت